اليوم اول يوم في السنة الجديدة 2024 اتمنى لكم سنة سعيدة ان شاء الله واليوم راح ابدأ طبعا هذا البرنامج فتابعوا هذا البرنامج وان شاء الله تكون فائدة لجميع بإذن الله تعالى فهيا بنا معكم الدكتور فراسل علي كل عام وانتم بخير بمناسبة السنة الجديدة اليوم 1-1-2024 واليوم بداية تجربتي وبرنامجي لتخفيف الوزن وحرق الدهون وان تسجيعكم هيا بنا اليوم خلينا عرفك كيفية ان تبدأ برنامجك وتجربتك لتخفيف الوزن بطريقة سهلة وصحية وما تتركها بعد وقت قصير سجل هذه النقاط المهمة فسجل معي هذه النقاط النقطة الاولى العامل النفسي بدون تحيئة الحالة النفسية لدخولك بهذا البرنامج وهذه التجربة انت سوف تضيع وقتك وتؤذي جسمك ليش؟ لان اذا انت بس امتنعت عن الاكل وقمت بالتمارين الرياضية وجوعت نفسك فستلاحظ ربما انك ستخسر وزنك لعدة كيلو جرامات ولكن اخواني الكريم كرام بعد فترة قصيرة سوف تقوم بالانقطاع عن هذه التجربة وتركها وسوف تعود الى حالتك السابقة وترجع هذه الكيلو جرامات وتزيد ايضا كيلو جرامات اخرى جديدة وهذا بسبب لان احنا ما اتفقنا مع القائد الاعلى انا اسمي القائد الاعلى للجسم وهو العقل والحالة النفسية والوعي وهذه الامور كلها لان اذا انت ما كان عندك هدف محدد وما كان عندك شيء يحفزك على هذه التجربة والعقل ما كان يعرف الخطط اللي انت ناوي تعملها فسوف العقل ينطي اوامر للجسم لكي يفشل هذه التجربة لان العقل يعتبر انه مثلا في وقت معين ولذلك كيف تتفق مع القائد العام للجسم العقل وحالتك النفسية وتهيئها تجيب قلم وورقة وتكتب الاشياء التالية مثلا ما هو هدفك من برنامج تخفيف الوزن انا اليوم بدأت بورقة جميلة وورقة وقلم وكتبت مثلا انا حابب احافظ على صحتي والوقاية من الامراض التي متعلقة بزيادة الوزن لا سمح الله للمحافظة على الصحة والوقاية من الامراض ممكن انت تكتب وانا نفسي شيء احب اكتب لجمال المظهر الخارجي لان يكون شكلنا جميل واللبس عليه يكون جميل وخاصة للفتيات والنساء ومو بس للنساء واحدا للرجال لان المظهر الخارجي للانسان يلعب دور كبير وهذا اعتقد من الحقوق الشرعية للانسان ان يظهر بمظهر جميل نقطة مثلا اخرى ممكن تهيئ نفسك انه جزء عندك مناسبة تخرج مناسبة زواج هذه الامور كلها تحفز العقل الباطن وتحفز عقلك وتعرفه بانك انا ترى حاب اسوي هذه التجربة ولهذا العقل والحالة النفسية تهيئ جميع الافكار والطاقة الموجودة لكي تدعمك وتحفزك في هذا المجال اخوان هذه ليست فلسفة ولكن هذا الحالة النفسية تلعب دور كبير في نجاح اي مشروع او اي شي انت تقوم به مو بس تخفيف الوزن وهذا ان شاء الله نطلق له في حلقات اخرى متخصصة بالصحة النفسية فهذا اول نقطة مهمة في هذا الموضوع النقطة المهمة الاخرى اخواني الكرام هو نقطة تغيير الصحون اليوم انا بديت بتغيير حجم الصحن اللي اوكل به طبعا هذا جوز شي مضحك ولكن فعلا انا غيرت هذا الصحن الى صحن اقل وعبي نفس الشي لان انا كنت اعبي مبارح كنت اعبي هذا الصحن بشكل كامل مثلا فاليوم بدلت وصرت اعبي هذا الصحن ايضا بشكل كامل من ناحية نفسي هذا الصحن يعني عبيته بشكل كامل وهذا نفس الشي ولكن يوجد فرق طبعا بكمية لكل هذا شي مهم يعني لو كل يوم ثلاث اربع وجبات احنا نوكل بكمية اقل فهذا ايضا يفرق معنا بالنسبة لخسارة الوزن وحرق الدهون خلينا نفوت بالاشياء التطبيقية اللي انا عملتها يوم اخوان خلينا نتفق انه اول حلقتين واليوم امهد بيك للدخول بهذه التجربة وهذا البرنامج لتخفيف الوزن لا يوجد شي عبثي احنا ما نقدر ان اطلع عليك بالبرنامج اقول لك ترى اقطع الخبز اقطع السكر لا توقل لا تتعش امشي عشرة كيلو متر وهذه الامور كلها هذا شي غلط احنا حبينا نتعلم بطريقة جديدة وتكون النتائج ورح تشوف النتائج علي شخصيا فانا حبي اساعدكم وهدفي هو نشر الوعي الصحي ومساعدة الاخرين فما هي الاشياء التي تتطلبها انت كشخص حاب تبدأ برنامج تخفيف وزن او تجربة لتخفيف الوزن وحرق الدهون خلينا نتعرف على هذه الاشياء اول شي شي بسيط ورخيص ومتواجد في الاسواق وهو متر هذا المتر للقياس تجيب متر للقياس وهذا المتر ليش طبعا قبل المتر خلينا لكي لا ننسى نجيب نخصص دفتر اي دفتر موجود عندك كبير صغير يعني الافضل يكون دفتر متوسط الحجم لكي تسجل جميع خطواتك والبرنامج اللي انت تقوم به والتاريخ والاوزان ويكون عندك بشكل منتظم تسجيل هذه الامور انا حدثك عنها الان بإذن الله تعالى بهذا الدفتر شو يكون موجود به يكون موجود به طبعا بالصفحة الاولى تكتب تاريخ بداية البرنامج عندك بعدها يا حبذة تكتب بالصفحة الاولى مثلا اكتب الهدف الذي انت تبغى يعني انا اريد ان اخسر 20 كيلو جرام لفترة كذا ولكن الفترة لازم تكون معقولة ورح نتحدث عنها فخلينا ليش نكتب هالالاشياء لان الكتاب اخواني الكرام اي فكرة تكون بالعقل اذا ما تجسدناها بشكل كتابي تفقد قوتها وطاقتها كل شي بالحياة له طاقة وذبذبات فاذا انتهى الفكرة اللي عندك ما استخدمتها بطريقة كتابية فرح تفقد قوتها وطاقتها فالافضل انك تكتب باول صفحة احدافك ليش الداتا او التاريخ بداية البرنامج والهدف انا حاب اخسر 20 كيلو لمحافظة على صحتي والوقاية من الامر مثل ما ذكرت سابقا حفلة زواج ايشي يكون حافز لك لتستمر وتتقيد بالبرنامج هاي عندنا الدفتر جبنا هذا الدفتر اول شي ثاني شي مثل ما ذكرت ثاني شي جيبه اللي هو هذا المتر المتر معروف عندي الناس كلها طيب هذا المتر شو ننعرف به هذا المتر نكتب ايضا بهالدفتر الصفحة نخص الصفحة للقياسات نكتب اليوم مثل ما عملت انا واحد واحد الفين واربعة وعشرين اوكي ما هل شو نقيس يعني شو الاشياء اللي انت لازم تقيسها نبدأ باطراف او جسم المختلفة اللي احنا حابين طبعا ويكون بها يعني تراكم الدهون والسمنة وهالمنطقة نبدأ من الرقبة نقيس بالمتر بالسانتي متر سوري او المتر يسموه الرقبة تقيسه مثلا مثل هذا شوف كام صانتي دي عشان هم يجمع الدهون تجمع بكل مكان بالجسم تجمع حتى بالرقبة لان تشوف انه هاي الرقبة مثلا مقاس الرقبة ثاني شي نبدأ اه قياس البايسبس او الذراع من العلو من من هنا الكل يعرف كيف يدخل القياس باكبر منطقة او اعلى منطقة حوالين الذراع اليمنى واليسرى هاي قسنا الذراع بعدين يجي على الصدر نفس الشي نقيس الصدر وبعدها نقيس محيط البطن ويفضل بالمنطقة الوسطى او الناس يسموها الصرة المنطقة الوسطى للبطن انك تقيس بها ايضا بهذا المتر وطبعا منطقة الحوض ايضا ممكن تقيسها وتكتب هذه المعلومات وبعدين اه ناخذ مقايس قياسات عفوا الفخذ الايمن الفخذ الايسر الساق الايمن الساق الايسر هاي كلها تكتبها طبعا تحاول قدر الامكان انك تكون قياسك صحيح وبدون شد او رخي هذا شي مهم لكي احنا نراقب اه 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 نراقب البرنامج بطريقة اه اه سليمة وصحيحة هاي اول شي ثاني شي شنو الاشياء ماهي الاشياء اللي احنا ممكن نحتاجها ايضا طبعا راح نحتاج الى حذاء رياضي او حذاء يكون اه اه جيد يعني حذاء يكون مريح لك ليش لان احنا راح نقوم اه بغير انه البرامج الغذائية راح نقوم بها اه راح نقوم اه راح نقوم اه راح نقوم بعض التمرينات الرياضية اه اه المشي اه اه الخفيف المشي الاطولش اه بقليل عندك الهرولة الركض ستيب باي ستيب يعني تدريجيا تدريجيا راح نكبر اه اه النمط التمارين الرياضية وصرف الطاقة وحرق الدهون فالافضل انك تجيب لك اه مثلا اه اه حذاء حشاكم حذاء رياضي او حذاء يكون مريح بغض النظر اخوان يعني مو على السعر او شي ولكن نجيب لك بوت مثلا يسمو بوت رياضي او حذاء رياضي او اللي يسمو طبعا الناس مختلفة طبعا هذا اه ممكن اخوان الكرام اه جيب شي يعني مو غالي يكون او شي يعني المهم يكون مريح ولكن اه من خبرتي الشخصية الافضل عدم التوفير اه بالنسبة لنوعية الحذاء ليش لان احنا ناس وزنها كبير وكل الحمل يجعل الاجرين فالافضل انه يعني ما اه تبخل على اجريك بحذاء يكون مريح او حذاء رياضي يكون مريح تشتري يعني مرة يخدمك لفترة طويلة وخاصة انه يعني نعتبره هذا احسن من الدواء اذا اشترينا يا سمح الله ادوية مختلفة فالافضل يكون يعني حذاء ذات جودة ونوعية جيدة ما عندك امكانية لا يجد اشكال ولكن اه قدر المستطاع يكون الحذاء مريح والنقطة المهمة اللي وصلناها اليوم هو اه الميزان تحتاج الى ميزان اي ميزان عادي يباع بالاسواق يمكنك ان تشري الميزان ولكن اخواني الكرام طريقة اه التوزين وطريقة اه قياس الوزن اه يطلب لها اه فيديو سريع اه منفصل لكي ما اطول عليكم انا احب اشرح لكم بشكل يعني مفصل وقدر الامكان وقاسمكم تجاربي والمعلومات اللي اعرفها مجانا لان هذا كله اخواني الكرام اه سلسلة من التجارب على مدى فترة طويلة من الحياة فانا اذا كان الفيديو طويل ارجو المأذرة ولكن حاب افيدك قدر الامكان ولا مصلحتك ولمصلحة الجميع ولذلك سوف اخصص بعد هذا الفيديو فيديو خاص كيف تقيس الوزن بطريقة صحيحة و اه طريقة تكون اه سليمة وما هي الاخطاء التي اه يعني اه يمكن ان تقع بها اثناء عملية قياس الوزن وبعض الاخوان يمكن اه يسألوا يوجد سؤال مثلا يطرح زين دكتور اذا احنا ما عندنا ميزان ما هو الحل فجميع الاجابات عن هذا الموضوع بالنسبة للميزان اه سوف اخصص في الفيديو سريع قدر الامكان وابين لك كيفية اه القياس الوزن بطريقة صحيحة وبدون اخطاء واخيرا وصلنا الى برنامج الغذائي اللي بديت بي اليوم ولمدة اسبوع ما هو برنامج الغذائي سجل عندك اول اسبوع راح اهيئ جسمي تدريجيا للبرنامج وهو عن طريق النقطة الاولى سوف ااكل كالمعتاد ولكن اخفف اه كمية الوجبات اللي ااكلها اغير الصحن بس اغير الصحن اول اسبوع اخواني الكرام لكي العقل والحالة النفسية وجميع هذه الامور تتأقلم على الوضع الجديد اول شي اقلل الصحن المالي اه اه ااكل بنفس برنامجي بدون ما احرم نفسي من اي شي ولكن قبل وجبة الافطار ارجو منك ان تأخذ كوب من المياه الدافئة وتنتظر عشر دقائق وبعدها ممكن تأخذ وجبة الافطار يعني ها اه هاي التسخين اخوان هاي كوب من المياه الدافئة كأنك تعمل الشاي هذا الكوب الكوب الخاص بي الماك كوب كبير اشربه قبل مي دافئة يعني كيف انك تسخن للشاي تشرب شاي ولكن تكون مو مياه ساخنة ساخنة اصبر عليها عبين ما تكون مياه دافئة واشرب هذا الجلاس كل واحد وقدراته يعني انا احب اشرب هذه الكمية تقريبا اربعمائة ملي مثلا قبل التناول وجبة الافطار وقبل النوم تعيد هذه اه 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 تعيد هذا الشي تشرب كوب ماء ايضا دافئ قبل النوم ليش هاي الاشياء احنا نعملها انا مهمتي الان اساعد الجسم اه بتنظيفه اه اه تسريع عملية اه اه حرق الدهون ولذلك يجب ان انظف فلو بالشي البسيط وقدر الامكان الامعاء بال بالمياه الدافئة والمياه الدافئة انخصص الى حلقة مفيدة جدا وما بها ضرر ولكن ليست ساخنة تكون مياه دافئة هاي يساعدني على تنظيف اه الامعاء وتنظيف الجسم جسم كامل اخوان الكرام جسمنا احنا للأسف يكون اه بسموم وشوائب كثيرة فالمياه اه تنظف الجسم بشكل اه كبير اه اه خلقنا من الماء كل شيء حي فا اه صدق الله العظيم فهذا شيء مهم نشرب مي دافئة قبل الاكل وقبل النوم طبعا قبل النوم ليش قبل النوم لانها يتنشط الدورة الدموية اثناء النوم ولان احنا نكون نايمين وحنا في عملية النوم تطلع التكسين والسموم بالليل فالدورة الدموية تكون منشطة بهاي المياه الدافئة وراح اخصص حلقة بالنسبة للمياه الدافئة وطريقة شربها لكي لا نطول الفيديو اخوان الكرام قدر الامكان عن نقطة مهمة اذا انت سوف تقول لي دكتور انا اه ما اشرب ماء فهذا شيء خطأ اخوان الكرام للأسف فيجب ان تضع اه تكون موازنة للمياه اللي تشربها انت لازم تشرب اه كمية خلينا نقول بشكل عام ثمن اكواب باليوم يعني هاي المستوى المتوسط يعني خلينا نقول لتر ونص من المياه اشرب لتر ونص من المياه العادية في اثناء اليوم والصبح مثل ما قلت لك اشرب اه كوب ماء دافئ قبل ما تنام اه اه كوب اخر و اه اخر واجبة تكون اليك قبل النوم بساعة هذا جميع هذا جميع البرنامج الي لهذا اليوم جميع البرنامج الي اقوم به هذا جميع الاشياء الي اقوم بها من الناحية الغذائية طبعا ويا حبذة من التمارين الرياضية والنشاط الرياضي انك تبدأ بالمشي ولو لعشر دقائق او ربع ساعة يعني بهذا الاسبوع تمشي كل يوم عشر دقائق ربع ساعة لكي تهيئ عضلاتك وعضلات جسمك والرجلين اللي ها تتحرك فخلنا نعيد هذه الامور كلها بطريقة سريعة انك اه الصبح تشرب ماء قبل ما تنام تشرب ماء تأكل بصحن اصغر من الصحن اللي انت توكل به اوكي و اه لا ما تأكل قبل نوم اه بساعتين وتتمشى كل يوم من عشر دقائق الى ربع ساعة. والحلقة القادمة باذني الله تعالى تكون عن الميزان مثل ما وعدتم وكيف قياس الوزن بطريقة صحيحة ونكمل هذه التجربة ونشوف ما هي التغييرات التي سوف تحدث معي وأقاسمكم بها. اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس لاتصلكم هذه المعلومات المفيدة والتي أحاول قدر الإمكان أختصرها ولكن ما حاب أبخل عليكم بالمعلومات وأشياء أنا أعرفها وأقاسمها معكم للاستفادة. السلام عليكم.